بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعض ازايك وسمسات عاملين ايه يا رب كلك تكونوا بخريحة بعيبة النهاردة ان شاء الله هنحل مع بعض 10-15 من قرصة المعاصر التفاعلية هنحل امتحان رقم 15 من قرصة المعاصر التفاعلية ونبدأ على طولة حبيبي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم اول سؤال listen and circle يعني استمع واضع دائرة الجملة اللي بنسمحها في كل نمبر بنعمل عليها circle دائرة في نمبر 1 sure who is calling يبقى letter b في نمبر 2 they are 10 pounds each letter a في نمبر 3 what kindness of boys do you have today letter a في نمبر 4 how is your father letter b تاني سؤال listen and complete يعني استمع واكمل هنا بقى الكلمة اللي بنسمحها بنكتبها في النقط عندنا ديالوك حوار بين نورة وصارة نورة بتقول لصارة hello مرحبا may I speak to nada please هل يمكنني انا اتحدث الى نادا من فضلك ردت صارة وقلت لها sorry هي ليس موجودة الآن بعد كده نورة سألتها السؤال بتقول لها what time will she be back ما الوقت الذي ستعود فيه ردت عليها صارة وقلت لها I am sorry أنا أسفة I don't know أنا لا أعرف بعد كده نورة بتقول لها can you can you ask here to call me يعني هل ممكن تطلب منها أن تتصل بي ردت عليها وقلت لها okay تمام بعد كده choose the correct answer from A, B, C or D number one my best flavor is vanilla يعني نكية المفضلة الفانيليا number two Ali and Mona go to school by Zem Silvis الضمير التوكيدي اللي بعود على الاسم الجام Zem Silvis number three I will take a piece of apple pie number four in the park في الحديقة Children usually feed the birds يعني الأطفال عادة يطعم الطيور number five Mr. Haney drives a sport's car يعني Mr. Haney يكون سيارة رياضية number six they went to the theater هم ذهبوا إلى المسرح two see a show ليكيروا العرض number seven last year العام الماضي سامح was in grade four يعني سامح كان في الصف الرابع طبعا هنا اخترنا was علشان دي جملة في الماضي ايه اللي عرفنا ان الجملة دي في الماضي كلمة لاص من الكلمات الدلة على زمن الماضي البسيط number eight he is going to visit his grand mother طبعا بعد going to لازم الفعل بقى في المظهر بدون اي اضافات بعد كده السؤال الرابع في ورقة الامتحان circle the good word and replace it with the correct one number one behind beside in front of school كلمة المختلفة school كلهم حروف جر خاصة بالاماكن والمواقع معدة school نعمل عليها circle ونكتب near يعني قريب number two iron boat washed shop كلهم افعال ماضي مع عدة shop نعمل عليها circle ونكتب so ينفح نكتب فعلا منتظم او غير منتظم لانه جاب من الاثنين number three months week year month يعني شهر تون يعني مدينة week يعني اسبوع year يعني عام او سنة في كلمة المختلفة تون ونكتب day day يعني يوم number four school house father library كلهم places اماكن مع عدق فضر نعمل عليها circle ونكتب bank يعني bank number five hot warm start cold كلها صفات متعلقة بالtax hot يعني حار او حر warm يعني دافئ cold يعني برد او بارد لكن start فعل بمعنى يبدأ يبقى دي الكلمة المختلفة ونكتب sunny sunny يعني مش miss برضو صفة متعلقة بالtax بعد كده عندنا بسش قطعة لازم نقراها ونترجمها علشان نعرف نستخرج الاجابات صح there is a boy in our class at school يوجد ولد في فاستونة بالمدرسة his name is aحمد اسمه احمد he follows us all the time هو يتتبعنا طوال الوقت he always bothers us ودائما يضايقنا هو يأخذ أشياءنا بدون السئزان معلمين أو مدرسين told us أخبرونا to be patient أن نكون صبورين it is not fair هذا ليس عاد we hate boys like him نحن نقرح الأولاد اللي بيحبوه we should be honest and fair يجب علينا أن نكون أمناء وعادلين طبعا الكتعة دي مهمة جدا وبتتكرر كتير جدا في الامتحانات أول سؤال choose the correct answer from a, b, c, or d نمبر 1 أحمد is a bad boy نمبر 2 it is not fair for the class to be patient بعد كده أنصر the following the course of chance أجب عندنا الأسئلة الآتية what is the name of the boy يعني ما اسم الولد his name is أحمد اسمه أحمد نمبر 4 how should we be كيف يجب علينا أن نكون we should be honest and fair يجب علينا أن نكون أمناء وعادلين بعد كده رأيت a paragraph of seven sentences أكتب paragraph من سبع جمل at the park في الحديقة at the park في الحديقة we can do a lot of things نحن نستطيع أن نفعل الكثير من الأشياء we can have lunch there نحن نستطيع أن نتناول وقبة الغداء هناك we can play نحن نستطيع أن نلعب we feed the birds نطعم الطيور I go to the park with my friend أنا أذهب إلى الحديقة مع أصدقائي we go there once a week يعني بنذهب مرة في الأسبوع we have a good time there نحن نستمتع بوقتنا هناك بعد كده ريق الرينج الترتيب number one how often do you read a newspaper كده سؤال بيبدأ به how often كم مرة أو كم عرض المرات أول حاجة how often فعل مساعد فعل فعل أساسي بقى السؤال how often do you read a newspaper كم عرض المرات اللي بتقرأ فيها جريدة نمبر 2 وي ار او تقف ليمينيد لم يعد عدينا عصير ليمون بعد كده علامات الترقيم نمبر 1 الدابل فوي وفي الاخر فولستوب نمبر 2 الديفيدو وفي الاخر كوثة شانمارك علشان ده السؤال وكده يا حباب نكون وصلنا لنهاية الفيديو سأكون فرعية الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته